رجعنا مرة تانية مشاهدينا لسا مكملين مع بعض فقراتنا وسنة دلوقتي الفقرة يعني مش اقل السخونة من الفقرات اللي فاتت هي الحقيقة الفقرة عن الكرة والدوري واللي حصل في الدوري والمنشطة اللي تلعبت الفترة اللي فاتت يمكن هو الدوري ساخن شوية ومباراته ممتعة وغير متوقعة فرق بتسعد وفرق تانية بتهبط او بتنزل شوية وكمان في فرق بتفاجئ جمهورها باداها ده حصل فعلا وهنعرف كل ده وهنتكلم فيه مع الناقد الرياضي عصام الحسن صباح خير يا فندم صباح النور اهلا بيك معا اهلا بيك طبعا تعليق حضرتك ايه على مباريات اللي حصلت امبارح كان فيه اكتر من المباراة فعايزين نعرف تعليق حضرتك ايه عن الاداء وعن المباراة اللي حصلت والله يمكن المباراة اللي بتحزى بالاهتمام الكبير كانت امبارح هي ماتش طبعا الزمالك مع طلاق على الجيش واعتقد ان الزمالك خيب امال جمهوره امبارح وفقد نقطتين غريتين في مشوار الدوري العام وان كان كان كل طموح واحلام جمهور الزمالك انه يفوز امبارح بعد ان الاهل يتعادل اول امبارح طب وحضرتك شايف انه كان اداء النادي الزمالك كان يؤهلوا للفوز ولكن الحظ ما اسعفوش ولا الفريق التاني كان اداءه فعلا كويس فعلا عشان كده قدر يحافظ على الاقل على النقطتين لا بص هو امبارح كان التحكيم ليه دور مؤسر كبير جدا في شكل والنتيجة المبارح خلينا نتكلم كلام منطقة عشان الناس تحترم النقد بتاعنا اوكي لا الحكم للأسف الشديد ما كانش موفق في كتير من القرارات اثرت على النتيجة وقاتت عكسيه بالنسبة لزمالك وجمهوره طبعا وان كان هو التحكيم بيواصل مشواره السيء في الموسم ده لبقية مواسم فاتت ويمكن ده مش انا اللي بترجمه ولكن حتى اتحاد الكرة ترجمه لما كان نهائي كاس مصر بين الزمالك وامبي وطلب حكام اجانب يعني الزمالك ما طلبش الحكام الاجانب ولا امبي طلبت حكام الاجانب والتحاد الكرة تبرع من نفسه وجاب حكام اجانب وده يعني تصريح ضمني واخرار ضمني من اتحاد الكرة انه لا يسك في التحكيم المصري لان ما اسنادش المباراة دي لحكام مصري اي وانا شايف حتى يمكن الزمالك انضر بالتحكيم مبارح لكن الزمالك برضو في المباراة بتاعت غزل المحلة اللي اكمل في استاذ الاسمالي في اسماليه اللي قبله استفاد برضو من اخطاء التحكيم فاحنا مش بنقر التحكيم بصفة عامة انه بيحابي الفريق على فريق ولكن هي اخطاء متتالية عشوائية بدون حسابات المستوى هابط ولأسف شديد برضو ان اتحاد الكرة كان من المفروض يتيجة الاخطاء المتتالية دي في السنوات الاخيرة انه هو يستقدم خبراء من التحكيم في اوروبا يدي محاضرات للحكام المصريين او انه هو يرسل بعض الحكام من مصر يعمل لهم دورات في اوروبا عشان ينمي من مهارات التحكيمية لان الموضوع بالشكل ده هيسبب مشاكل وازمات ما بين الجمهور والحكام لان طبعا ان الجمهور مشايد على ان الحكم يخطأ ويؤثر على النتيجة بشكل فعال يهدر نقاط متتالية ويضيع البطولة لان في المحصلة في النهاية الكل بيتنافس عشان ايه عشان اللقب عشان يكسب وياخد البطولة لكن لما الحكم يتدخل سواء عن عمد او غير عمد سواء عن عمد او غير عمد انه يضيع لك المكسب ده ويهدر لك النقاط تباعا هتفقد البطولة ما هو مش من المنطق ولا العقل ان نادي يصرف ملايين طول السنة عشان حكام يأثروا على النتيجة برضو بقول عن عمد او غير عمد او كان فيه كورس حصل للحكام من فترة يمكن استبعد منه او حصل انه وصقت فيه حكام لا دي اختبارات 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 مش كورس ودي كانت يعني كانت وحشة جدا انه طلع منها حكام كتير او اختبارات الكبرتة كتير من الحكام ما بيقهلوش للتحكيم الدولي او يرتقوا للمستوى الدولي او ياخدوا الشرط دولية نتيجة سوق المستوى اللياقة البدنية لهم او ما اعتقدش ان المستوى الفني يعني المفروض ان يسعد فيه لا ايه اللي تبقى مصيبة اللي يبقى مستوى بدني ومستوى فني لحكام يبقى مصلحوش نهائي تفتكر ممكن تبين امتى بصمة كابتن حسن شحاية على فريق الزماريك الناس الاصلان بقابل زماريكوية كتير جدا في عادوا يقولوا لا انتو هتشوفوا وشي تاني خالص السنادي او الدوري ده تفتكر امتى ممكن تبين بصمة كابتن حسن شحاية هو بالتأكيد يا لسه ما بانتش لكن من المؤكد انه هيحتاج فترة من الوقت لازم وده امر طبيعي ومنطقي برضو نادي الزماريكوية خلال سبع مواسم كان منهك مرهق مريض بيحتاج وقت لانه هو يستشفى بيحتاج وقت انه هو يعود لمستوى نادي الزماريكوية طبعا اتأثر كتير جدا بالخلل الاداري نتيجة عدم استقرار مجالس الادارات تخيالي حضرتك في السبع سنوات اللي فاتوا خمس مجالس الادارات يعني اقصى مجلس بيقعد 14 شهر 15 شهر كيف يمكن ان يكون هناك تخطيط طويل الامر هل من ممكن عبال من تبتدي تخططي وتنفزي السنة بتكون ضاعت ولذلك فالامر بالنسبة النادي الزمالك اصبح غامض الداخل في ملعطف خاطرات فترة تنقاها كده لسه بيحاول لازم تتحقق الفترة دي لما يكون في استقرار لمجالس الادارات لانك انت الفترة طبعا لازم تكون اربع سنين على اقل بتليل ان المجالس المنتخبة للاندية اربع سنين لو كانت هي ممكن بتأتي باسمارها في السنة لكنت الفترة فعلا سنة لكن للأسف الشديد ان نادي الزمالك بيحتاج استقرار اداري ودعم مالي كبير لان الزمالك برضو بيعاني زي وزي بقية الاندية من مشاكل مادية زي وزي بقية المؤسسات الحكومية والخاصة في الفترة دي بتعاني من عدم الاستقرار المالي والكرة احتراف والاحتراف معناه الفلوس صحيح امكانيات مالية او طبعا يعني اي العيب دلوقتي اقل العيب في النادي الاهلي او في الزمالك بياخد تلاتة واربعة مليون جنيه ارقام فلكية اكيد واخدها بالحضراتك فالمفروض ان في عصر الاحتراف اعتقد ان كل الاندية المصرية بتحتاج الى دعم مالي كبير جدا ومشروعات استثمارية تضر عائد مالي للاندية دي عايزك برضو استاذ عصام تكلمني عن المؤتمر اللي هيحصل النهاردة علشان الزمالك يتكلم فيه مع اتلاتكو مادريد علشان المفروض انه الماتش او اللي هيعملوه مع بعض اللي هو ماتش في المقاوية مزبوط كده بقالهم كتير قوي بيتكلموا في الموضوع ده ولكن النهاردة هيحصل الكلام ده في المؤتمر اللي هيتعامل فكلمني كده عن المؤتمر وعن فعليات وهيحصل فيه امتى هيلعبوا الماتش هو هو اتمضى العقد يوم الجمعة اللي فات ما بين الشركة الرعية ونادي الزمالك والشركة المنظمة والنهاردة هيتم توقيع العقد بين الاربع اطراف نادي قتلتكو مادريد ونادي زمالك والشركة المنظمة والشركة الرعية ده في فعالية المؤتمر الصحفي اتمضى العقد يعني خلاص هيلعبوا الماتش المؤتمر الصحفي النهاردة هيقولوا التفاصيل التعاقد وهيعلنوا أن المباراة إن شاء الله يوم 10 نوفمبر والفريق أتلتكم أتريد هيوصل القاهرة يوم 9 نوفمبر وهيغادر مصر يوم 11 نوفمبر قد الماضي بعد الماضي بقى يعني يوم من 9 إلى 11 يوم يجوا 9 يلعبوا 10 يوم 11 إن شاء الله أتلتكم أتريد أعتقد أنه فريق من زي ما الناس بتتكلم عليه أنا شفت انتقادات موجهة النادي الزمالك على أنه ما كانتش طموحات جماهير الزمالك أو الأعلام الرياضي بصفة عامة إنه يلعب أتلتكم مدريد بس عشان الناس يمكن مش فهمة أو مش عارفة إن أتلتكم مدريد فايز بالدوري العام الأسباني 9 مرات فايز بكأس ملك أسبانيا 9 مرات برضو فايز بكسل الاتحاد الأوروبي السنة اللي فاتت 2010 بعد ما تغلب على فقولها عام 2-1 وفاز بكاس السوبر الأوروبي بعد انغلب انتر ميلان 2-0 السنة اللي فاتت برضو فأعتقد أن النادي الزمالك لما يلاعب بطل السوبر الأوروبي عن عام 2010 السنة دي في 2011 أمر أعتقد أنه طبيعي ومنطقي وأن الأرقام بتترجم أنه فريق قوي أما بالضبط الأرقام أه يعني هو تالت نادي في أسبانيا من حيث حصد البطولات يعني أول نادي هو ريال مدريد بعد كده برشلونة وبعدين الإنتر دي احتفالية ده لزمالك المفروض آه أتلتكم مدريد آه طبعا وأعتقد أن في ظروف الإمكانيات المالية المتاحة برضو في البلد أعتقد أنه ما فيش حد هيقدر يجيب دلوقتي لا ريال مدريد ولا منشستر ولا تشيلسي هم أكثر يعني أسعارهم أعلى طبعا هم اسمهم أكبر وتاريخهم أعظم وإمكانياتهم الفنية بلعيبة متميزة ومميزة برضو أكبر ولكن لازم هيكون سعرهم أعلى بكتير جدا مين هيقدر دلوقتي في الفترة دي أنه يحقق الكلام ده وأنه هو يدفع مبالغ كبيرة جدا أكيد مش هتتعود